أسلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد أسلت عليك النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد السلام لبنائت مرحبا بكم عندي أهلا وسهلا بكم كامل نورتوني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ الفيديو التعنات اليوم وحنشارككم فيه جوالات وحنديكم معي الماجازان حبه بزاف فرحنشارككم القراتين تاع الشاور الماء بزاف بزاف ابنين يجي يهب ليهب اللبنائت اهنا كنت رحت عند امبي بازار في بورانجاليو عندهم حويج بزاف بزاف ملاح لبنائت ومشي غالين يعني حويج تلقاهم بدي بخي كما هنا عجبوني هذو التيار وفيهم بزاف الانواع دونك فيهم تاعزو جعبات تاع ثلاثة ولا تاع ستة وقلة لما نسيتش يعني وعجبوني هذو يديرون لفغو بزاف بزاف ملاح عندهم لعني حويج بزاف عندهم بزاف الكيسان عندهم لسافيسات عندهم لسافيسات ولو تلقاهم فيهم حويج يعني اخرين ملاح كما هذو البنائت هذو اللي تتربيو فيهم هكا تعلو بواز على الاتراك بزاف بزاف ملاح وهنا حطينهم مشي غالين طول يعني حطينهم كاتر وغو سنك وغو اه طيوش تحبي يعني الموضي اللي حبيتي اللي حبيتي عجبوني بزاف بزاف يعني وهذو بزاف عجبوني تقدو تحطو فيهم زيتون ولا ولا لسوس هكذا زعمه مع الفريت وهذو البناء الثاني اللي بلاتو للتع تقديم هكا تديرو فيهم سوالي قاتو سوالي فري بزاف بزاف ملاح لكين عندهم بتاع وهذو اللي عجبوني بزاف بزاف عجبتني لكولار لقيتها يعني كيوت هكذا ماني فيك هذو اللي كولار في ثلاثة عجبوني الفيولي ولا الغوج ولا الدوغي في ثلاثة ملاح وهذو مشي غالين ثاني بزاف البناء ملاح بزاف عندهم يعني تلقوا له شواء وهنا حبو باتي بعد ما روحت للدار رح نشاركمه الشريط شريط هذا في النواع والدوغي لش فيتوخي عندي سارويس ذكاء كافي اللي جبتوا معي من الجزائي الخطالي فت وقلت هذي جي معاه يعني سارويساتي نقدر نحطهم محبظهم وهذي لتي اخنا شريطها يعني شريط هذا الحواج للمولد ان شاء الله لسه لتي المولد ان شاء الله وهذا البريق قلت لكم تقدو طيبو به دي راكتو محنشاركم بعد كين طيب بتاي وتحطو طيبو في التاي وبعد تحطو تقدمو به دي راكتو بزا بزا في مليح البنات وبعد تقدو تنحي هذي كصفية اللي في البنات ما تخليوهاش كيف تفوتو الطيبو وتنحي هذي كتاي اللي يكون فيها وتقدموها دي راكتو موفو لاتا بتاعكم بزا بزا في مليحة وشتوها عادوا يديروا الارجنتي مع الدوغي وجاد كيوت مع السيرويس حطيتهم أنا ذوكا في البلاتو هكذا دوغي جاء بزا بزا في مليح هذو محبوباتي كانوا يعني مشترياتي تاع المولد ان شاء الله كان ما عنديش سيرويساتي اللي باي حبيت نشي واحد في الدوغي والنوار و وجبت معي هذي لاتا كيما قلت لكم هذا الماجازن تلقاو فيه لشوى تلقاو فيه مشي غالين بزا في الحوايج ويعني بأثمين مليح بزا بزا في البنات اللي ما يعرفوش هنا أنا قلت لكم اسمه امبي بازار تلقاو فيه بوغوان جاليو وتلقاو عنده بزا 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 ملاح وهذي شريط ثانية قرعة لتا زيت اللي عمرتها مبعد بالزيت خسلتهم بيان صور كامل والتي تعملتها بالزيت واني بعد تشوفوها معي في كين كون في الكوزين تاعي لاني عجبتني بزا بزا في هاد الدوري هاك شوية وهذو محبوبتي وكنت عقب ثانية لستوكوماني ستوكوماني حطوا لديكوراسيان تع نويل وفي ها بزا في هاليبوجة ملاح في هالي شو ويجيون بزا بزا ملاح كانوا عندي من قبل هذا الموديل وكيتشعلوهم بزا بزا كلاس وشي ثاني معاهم هذو هذا هو الوقت حنا لتلقوا فيه الحوائج هنا في وقت نويل تلقوا فيه لغيرلان هذو الليلات نجمة وهلال وكل هذو بتلقاهم هذا الوقت يعني وما يحطوهم للمناسبة نويل والمناسبة يعني تأخ العام كما قلت لكم جبت هذو الابوجة هذو الشمع في الغوج وفي الدوري جبت هذو ثاني صغار في الغوج وشري ثاني شمال تاب لح جبني بزا في الغوج جاي هبل قلت هكذا ندير الديكوراسيون ان شاء الله بإذن الله الواحد لأحد ندير الديكوراسيون في الغوج والضوح وهنا حبوبات سنحللكم هذا الشمع التاب باش تشوفوه بزاف مليح وبزاف كيوت كي تحطوه في جيناب هكذا بيضة ولا حاجة كلا هكذا تقيبين هذك الموتيف اللي فيه ولي بايات أنا عجبني بزاف شيت هذو البيك مع لبالي شو هندير بيهم يا ايمال امبور ولا ديبول هكذا الجيج مهم شيت هم تلقوهم هك في المناسبات كي ما قلت لكم بك يعني كي حطو النويل وتع اخلا هذو حبوبات سعر بيساتي وبالله تايع قلت لكم مليح تهبل ويعني كل مليح في هذا المجازان هنا نحشاركم مع سريع شاورما وشو نقول لكم لبنية تبن تهبل تهبل وسهل سهل يعني تكون معتكم جو الوقت تديرو يعني في دقائق هكذا سهل بزا بزا وهنا قبل من نروح نعط لكم كنت شريت تكسرت لي شريت هذي حبيت نعط لكم لبنية لي عندهم ولا لاحين يشريوا انا كنت شريت ها مقبل هذي لتخوز انفوال نشريها واشا كفوال تحبس لي بلوكالي في البيدال تح حبيت نعطيكم هذي المعلومة يعني لبنية لي شريينها ولا حبين يشريوها باكية ناس قسيت هكذا وكل لازم ما برق ميفوت هذك البيدال الاحمر باش ميدخل في السيستان تح باش تقعد لكم يعني وتحكم لكم وقت انا هذي منحي عليها بزا بزا على عصر شون ثمن دي غير بالبيدال هذك وتسيق على الكيف يعني ومليحة وبخاتيك ووالا انا كي تكسرت لي قاعدت هكذا يعني روح تشريتها يعني من الاوليات التوعي وحبيت نشارككم يعني مشي حاجة بس حبيت نشارككم عليها فزدت لي وعليها ووالا عود شريتها شريتها خطر مكش في السيستام بتاعهم للسيستام اللي مديرين واش تبيدالي باش فلا متفزد لكم هكذا حبوبتي ان شاء الله تكون وستفدتم من المعلومة هذه وفلا معلومة صغيرة بس بالنسبة لي انا معاونتني بزيف وفلا لبي حبيت نشاركها معكم وهنا حبوبتي فلا رح ندرت شوية نتواج هكذا الصباح وفلا عقبت السيخبية وفلا على بلكم دار لازمها كل يوم لنتواج هنا دار نتواج خفيف وفلا تاع كل يوم عقبت الاسبغات هكذا الزيت على بلكم عندي او تيغور كم تشوفوا فيه او يأكل على بلكم عندي تيغور لغان الكطوط التواج يوم بارت ما يدخلوا لهكذا اما التراب واللحواج وفلا يكونوا كل يوم كل يوم كل يوم ملحمد لله رب العالمين منحي علي هذي الاسبغات بزي 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 التعب ولا نعقبو ننصحكم به البنات هذا الاسبغات دايزون اه اه افكاس بزي بزي ويعاونكم يعني تصح حكي تعقبو تقعد الدنيا نظيفة يعني انا ديفون نجي نعقب هكذا غير انش شاف نجي نظيفة بس نعقب نشاف هكذا يعني تقعد دايما نظيفة ماذا الاسبغات يعمونكم بزي 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 وهاك الحبوبات يكملت الميناج تعي وراح نشارككم لغرطان اللي دورتو اليوم وا هكذا مو بيبي تقرر هم تفرر بيبي تفرر 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 وهاكذا اجدتو بيبي تقرر هذا وقت التاعي حبوبي ولو كان ثاني كمشتوها معي مقبل كنت انا نخدمه هو قاعد هكذا مسكين البرد وقاعد هكذا جعلنا البرد بزي 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 دونك دار بردت دار تعلار بردت بزي هيا حبوبي قلت له ارقود وهنا حبوبي سنشارككم لغرطان اللي درتو قلت لكم يجي هبو اللي هبو في البنة جبت هنا نصص درت عجاج تطمعو على حساب يعني افراد لعائلتكم قطعتوا هكذا امتين مخصو وراح ندلو احن داوي يعني ندلو لزي باش يجيني كيما تعش ويرما يجي هبو اللبنة يجي بزي 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 دونك في هذا الوقت انا كنت احن داوي هذا وكنت هنقشر ثانية البطاطا باش هنقليها وكن نقول لكم اش درت في هذا الازي بيز درت فلفل احمر فلفل اكحال درت ملح درت شوية تعفاح رح ندير شوية تا ثوم بودرا ورح ندلو زنجبيل كل واحد يدير يعني الازي بيز لي حب وهنا درت شوية تعزيت فلا دلو الزيت حتى نتقدروا يتخلطوا هذو كليزي بيز كامل ورح نخلطو ملي حتى هذو كليزي بيز يغلف هذك الجي تاعي ونحطو على كوتاي اكوتاي نغطي بالفين مليمون تا ونحطو على جيها ورح نقشر البطاطا رح ننقليها نقشر ونقطح ونبتين بزب بزب لبنات ديرو رح يعجبكم بزب بزب كليز خلطو ملي حتى يعني يغلف هذك الجي كامل ولملي لبنات يعني اللي يديرو في الليل ويخلي هذك كيف نقول يخلي ويترقد في هذك الازي بيز الصباح يجيكم يهبل يهبل انا هنا كون درتو طيبتو يعني دي عكتو يعني عدتلكم واني شاركتكم كيفاش نشري الجي التاعي وكيفاش نخبيه وكل كين عد نجبدو يعني نقول الصباح باش في الليل نقدر نداويه والغدوة يعني نقدر نلقاه جد اللغضة دايما نعتب هذي الطريقة لبنات يعني اليوم بار كون درتو هكذا يعني دي غيبتو وهنا كنت درت الحميس كون درت شوية تعثوم شوية بالح ودرت لو ليتو مات وطيبتو هكذا فوق النار طيبتو حتى حتى شاح ملمة كامل درت له شوية تعزيت وخليتو شوية تجمر وطفيت عليه وعلى سهلة وبزاف بنين يجي بنين الحميس هكذا احنا نشتي وناكلوه يعني بزاف تلقوني دايما ندير هكذا يجيني بنين هكذا مع الكسرية كل الكيف وحنا دونك هنا قلت لكم جبت خليتو هكذا الجيش شوية فليزي بيس واحد نص ساعة ولا ساعة هكذا ودرت لهنا جبت مقلاة درت فيها شوية تعزيت هكذا نخليها تسخون شوية نحط الجيش تعي ورح نطيبو حتى يتحمر مليح مليح رح نشوفوا معي الطريقة حتى الأخر يجي بزب بني ندروح بهذه الطريقة البنت هنا نشوف اني نطيبو ومن جهة اخرى اني نقلي في البطاطا ندير فيهم في زوج هكذا مع بضاهم هنا قلت لكم بطاعة يعني مخصو مش صغيرة صغيرة قيس مربعات هكذا ولا هكذا نشوف في شكل الزاح وهذا وش نحتاج هذي الوصفة رح نشوف سهلة بزب 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 والبنة التحف يعني بزب 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 مليحة كسلتكم البناز بزب مليحة عراج اللي عجبته بزب قلت له خلي يامت ونعود هالك عجبته بزب بزب هي اصلا يعني تجيب مليحة انا عجبتني وكنت هنا جنت كسرة يبسة قلت لكم كسرة بالدقيق تاع القمح وزيت فيه شوية تاع فارينا دونك درت هك قيس 3 كاعة تاع دقيق تاع القمح وان كاعة تاع فارينا وضعت لهم شوية ملح وضعت شوية الزيت بصص تاع مليح وضعت لميتها بالماء هذا ما كان ما خليتها رتحت شوية بعد عاوت يعني عجنت ولميتها علي بلكم هنا جبت الفخماج اي فرماج يكون عندكم اي جبن عندكم ديروه انا اضعت الفخماج اللي كان عندي في الدار يعني وهنا نجيب هذك الجيج اللي كون طيب شوف البنت حمر مليح 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 نحط فوق ها نحاول نحط ها كامل على هذك هذك اللي فخيت اللي طيب تهم على البتادا هذيك نغطي كامل هذيك البتادا ومبعد رح نجيب الكرام فخاش ونقب ها فوق هذا وش في هذي الوصفة البنت ويديكم تهبل تهبل ما تديرو لا بيض لا لا سوز بش مال والو ديرو غلى كرام فخاش بهذه الطريقة وراح يديكم الطري يديكم الطري يديكم الشاي يديكم الضو في الفم فغيما حين تشوفوني بعد كي نقسمو لكم هذي الكرام رح تشيح رح تشنشف بس تقعد طراوف الفخيت وطراوف الجج يجي يهبل يهبل هنا رح نزيد الغر شوية الفخماج من فوق ونحط ديركسيون الفور نحط واحدة ديمينيو هكتا لنشوف يعني ذيب ذاك الفخماج ونعود بعد النحية رح نشارك لكم ذاك نحية جاء لبنة جاي يهبل انا كنت درت معاها كسرة كما قلت لكم ودرت معاها لموس دفوكا كنت قاعدت لي واحدة تاع ودرت هاني كنت مشاركتها معاكم عندي يومين ولا درت معاها اللغدة هكا وجاء اللغدة ما شاء الله يعني بسم الله ما شاء الله جاء بنين يهبل وحق قلت لكم يعني سامل ومحكم ليش الوقت هكا كنت الميناج تاعي دايما نحب ندير حويش سهلة ومتحكم ش الوقت وفالا درت هذا لقهاتها وهكا حبوباتي رح نكسم لكم لقهاتها باش تشوفوا الشكل تاع وكيف اشجاع جب زف ملي حق قلت لكم ما يجيكم شاركتكم اليوم ان شاء الله يكون الفيديو كامل عجبكم بتنسوا اشحب باتي اذا عجبكم شاركوا بارداجي واشتركوا في القناة ونقولكم نحبكم نموت عليكم ربي خليكم لي واتهلوا في روحكم نتلاقوا ان شاء الله عن قريب في فيديو جديد وفلوغ جديد السلام عليكم اشتركوا 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 لا يعلمها إلا